ذكرت الوكالة أن بعض الولايات شهدت احتجاجات متفرقة حيث تجمع نحو عشرين شخصاً أمام مبنى الكابتل بواشنطن صباح يوم الاثنين مطالبين بدخول المبنى وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة فيما عزز الحرس الوطني الإجراءات الأمنية أمام المبنى هذا وقد تلقى جو بايدن الحقنة الثانية من لقاح فيروس كورونا الجديد يوم الاثنين وسئل عما إذا كان يخشى على سلامته في حفل أداء اليمين الدستورية في العشرين من يناير الجاري وذلك بعد أعمال الشغب أمام مبنى الكابتل في الأسبوع الماضي قال بايدن إنه لا يخشى أداء اليمين الدستورية في الهواء الطلق وإنه سيحاسب بجدية أولئك الذين يشاركون في أعمال الشغب ويهددون حياة الشعب